الجولة الـ 22 قربنا من حسم مقاعد الافريقية في جدول الترتيب وقربنا كمان من حسم مين هيقعد ومين مكمل معنا ومين هنشوفه السنة اللي بعد اللي جاية ان شاء الله خلينا نشوف الأول هنتفرج على ايه في الجولة الـ 22 اللي تبدأ النهاردة بلقائين اللقاء الأول لإسماعيلي مع الدخلية الساعة 4 فستاذ إسماعيلية واللقاء التاني سموحة بيصديف زاد افسي على استاذ الإسكندرية الساعة 7 مساء بكرة هيب عندنا ثلاث لقاءات البداية مع سيراميكا كليوباترا اللي هيصطدم بطلاقع الجيش على استاذ المقاولين العرب الساعة 4 والساعة 7 عندنا لقائين أيضا مهمين الجونة بيصطدم بفاركو وموضن فيوتشر مع طلاقع مع البنك الأهلي الساعة 7 على استاذ القاهرة الدولي يوم السبت بنستكمل الجولة بتلاث لقاءات منها لقاءات كلاسيكية على سبيل المثال المقاولين بيصطدم بالاتحاد السكندرية على استاذ المقاولين العرب في لقاء مهم للطرفين ثم لقاء آخر مهم جدا المصري بيصطدم ببيريمتز الساعة 7 مساء على استاذ الجيش في برج العرب وبلدية المحلة مع الأهلي على استاذ المحلة الساعة 7 مساء طبعا عندنا لقاء مؤجل الزمالك مع امبي ولقاء طبعا نظرا لمشاركة الزمالك وبإذن الله كل التوفيق للزمالك في نهاية الكومفدرالية جدوى للدوري قبل الجولة الـ 22 عامل إزاي بيريمتز على القمة بعد ملاعب 18 لقاء وحقق منهم 41 نقطة وبفرق 4 نقطة عن المصري للعب لقاءين زيادة عن بيريمتز لكنه حقق 37 نقطة زياد أبسي مفاجئة الموسم الحالي في المركز الثالث ب33 نقطة وفي المركز الرابع امبي اللي بيتفوق بفارق الأهداف على الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس والاتنين معاهم 32 نقطة سموحة في المركز السادس ب31 نقطة الأهلي في السابع ب30 وهو أقل الفرق ظهورا في الدوري الممتاز الموسم ده سيراميكا كليوفاترا في المركز الثامن ب28 نقطة وبنفس رصيد طلاق على الجيش صاحب المركز التاسع والجونة صاحب المركز العاشر مادر فيوتشر في المركز الـ 11 بـ 26 نقطة الزمالك في الـ 12 بـ 24 الإسماعيلي في الـ 13 بـ 22 نقطة بلدية المحلة في الـ 14 بـ 19 نقطة البنك الأهلي في المركز الـ 15 بـ 18 نقطة وبعدها نبدأ مسلس الخطورة والهبوط المقاورين العرب واحد من الفرق الكبيرة واللي سبق وحققت الدوري قبل كده في المركز الـ 16 وفي مكان صعب جدا على زيقاب الجبل بـ 15 نقطة من 20 لقاء وفاركو في المركز قبل الأخير بـ 13 نقطة من 19 لقاء وأخيرا الدخلية من 20 لقاء 11 نقطة فقط لا غير